السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبه بكم في قناتكم قناة شوات ام يحيا سعاد اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد وبوصفه جديد كالعاده دائم الجديد ما كنبخلش عليكم بالقتراحة اللي كتكون بسيطة و سريعة في نفس الوقت اليوم ان شاء الله القتراح دي اليوم هو ترطية البطاطس على شكل بيزا اللي ممكن لكم تحضروها للعشا او الغضاء الصراحة كتجي غزالة و المضاق ديالها لا يقاوم كنصحكم انكم تجربوه تردو علي في التعليق ديالكم وبقوا معايا باش نشوفو المقادير وطريقة تحضير غنبدو على بركة الله تحضير الترطية اللي على شكل بيزا خد ثلاثة ديال البطاطات اللي كي كل حجم ديالهم توسط نقيتهم و ودرتهم في الماء باش كي تصفوا من نشا ديالهم غادي ناخدهم وغادي نقطعهم على هات الشكل الطولي وغادي نرجع نقطعهم مربعات اللي كتكون صغيرة على هاد القد وكنا نرجعهم الماء حتى كيتصفوا من نشا ديالهم ونحاول باش يكون المربعات القياس ديالهم متساوي باش ياخدوا لنا نفس المدة ديال الطهي كنبقى غادي على نفس الطريقة حتى نكمل البطاطا اللي عندي من بعد ما كملت تقطع ديال الطاطا خديت الكاثرونة اللي غادي نسلق فيها البطاطا ديالي درت فيها معلقة صغيرة ديال الملحة وغادي نضيف الكاثرونة ديالي البطاطا اللي قطعت غادي نحاول نصفيها مزيان من المال اللي كانت فيه وغادي نديرها فوق النار تسلق نينا لمدة ديال العشرة ديال دقيق نحاولو ما تسلقش بزاف باش تبقى شاد دراسها ما بغينيهاش تكون معجنة في نفس الوقت غادي ناخد واحد المقيلة وغادي نضيف لها الجوج معلقة ديال الزيت وغادي نضيف لها بصلة مشلدة انا سعملت حبة اللي تكون متوسطة كنشحرها مزيان حتى كتدبال لنا هاد البصلة كيف ما شفتو في نفس الوقت اللي كتسلق فيه البطاطا كنخدمو فيه المكونات الاخرى يعني ما كتاخدش لنا الوقت بزاف ولا حتى اي مجهود كتتحضر في وقت اللي كيكون سريع وحتى المكونات فيها بسيطة وشكل ديالها كيجي رائع كيف ما شفتو وغتشوفو معايا في الاخير البصلة ديالي تشحرات غادي ننحيدها من فوق النار وغادي نديرها فو حط بيسيل ونحطها على جنب وفي نفس المقلوب لما نغسلوها غادي نضيف جوج حبات ديال الطماطم اللي حكيناه وغادي نضيف لها جوج فصوص ديال التوم اللي حكيناه وغادي نضيف كدالك رشة ديال الملح وبالنسبة للتوابل غادي نضيف رصد معايا القايا ديال الفلفل الاسود او الابزار وغادي نضيف كدالك رصد معايا القايا ديال البابريكا او الفلفل الحلو وغادي نضيف معايا القايا ديال الرومية وغادي نشحر هادال الصوص مزيان وغا نخليها طيب ورجع معاكما بعد كيف ما كتشوفو الشرمولة ديالي رها تشحرات وطعبة ووقفة كيف ما كتشوفو وخلي تحت شربت شوية وغادي الإضافة اللي غادي نضيف ليها هي الزعتر غادي نحكم ما بينيديها وغادي نضيف ليها يمكن لكم تسعملوا الأعشاب المنسمة اللي عندكم من بعد موجدة شرمولة غادي ننزلها في طبيسيل ونحطها حدايا على جنب الآن غادي نبدو في تحضير الطرطية كيف ما شفتوا البطاطة ديالي راها وجدت وخديتها صفيتها حتى طفات مزيان من الماديالها وكيف ما شفتوا خليتها واقفة شوية يعني ما خليتاش خادت طيب بزيف الآن غادي نبدو في تحضير ديال الطرطية عندنا ثلاثة ديال بيضات كاملتين كنديروهم في واحد طاصة كنضيفو ليهم رسم حلقة ديال الفلفل الأسود ونطربوهم بزيان حتى يجنس لنا هذا الفلفل الأسود وبطبيعة الحال ما ننسوش مليحة ثلاثة وغادي نزل البطاطة ديالي على هاد البيض اللي اطربت انا مستعملش الكمية كاملة حتى عفض بهاد الكمية اللي بقعت لي يمكن لكم تديرو جوج ديال الطرطيات صغار انا غنديرو بحدة كبيرة نضيفه غادي ناخذ المقلة ديالي غادي ندير نسي معا لقادية الزبدة غادي نخليها حتى الدوب وغادي ننزل البطاطة ما خلطتا الغادي نحاول نقعدها على القياس ديال المقلة ديالي غادي نحل نقعدها غادي نحل نقعدها ثلاثة من فوق هذا البطاطا اللي اضفت سوس من الفوق يعني الطريقة ديالبيتزا كنحاول نوزع هذا اللاسوس على جميع الجوانب وغادي نضيف كذلك البصلة اللي كنا شحرنا تهي غا نحاول نوزعها على الترطية كاملة من ستش يعني تشي بلاسة والاضافة اللي غادي نضيف كذلك هي علبة ديال الطون اللي غادي نحاول تهي نوزعها فوق هالترطية وغادي نحاول نزينها بهاد فلفلة واخر اضافة ندير هي الفرماج حمر او فرماج مدزاري لا كذلك نضيف انا بالنسبة لي خلطتهم بجوج استعملتهم بجوج الآن من بعد ما ضفت لي هالفرماج غادي نصدع ليها وغادي نخليها على نار اللي تكون مهيلة لمدة ديال العشرة ديال الطقاء كيفما كتعرفوا البطاطا ديالي رها طيبة ويعني كل شي طيبة غادي نخليها من بعد ما طابت وحيتها من فوق النار غادي نحك عليها شوية ديال الزعتر من الفوق اللي كيعطيها وحد رائحة ونسمع اللي كتجي غزالة وهذا هو الشكل نهائي ديال الطرطة اللي حضرت معكم اليوم اللي على شكل بيزا صارحة كتجي غزالة اكيد اللي جربتوها غادي تعجبكم لانها فكرة جديدة واحتى اقتراح جديد كنتمنى انه ينال اعجابكم واحتى المنظر ديالها كيجي كيشاهي انا متأكدة اللي جربتوها غادي تعتمدوها في جميع الوصفات ديالكم اليومية كنتمنى الاقتراح اللي شاركت معاكم اليوم يكون اعجبكم وما تنسوش الى اعجبكم الفيديو رفعوه الاعلى عدد من اللايكات وكذلك شاركوه مع الاحباب والاطقاء ونقول لكم الى اللقاء ونطلقى في وصفة جديدة وفيديو جديد واقتراح جديد خليتكم في امان الله